لم ينتظر مرشحو انتخابات مجالس المحافظات حتى تسلمهم مناصبهم الجديدة ليبدأوا رحلة الفساد والنهب والصفقات المشبوهة بل منذ إعلان ترشحهم بدأت رحلة الفساد مرافقة الحملات الإعلامية التي تخللها الهدر والإنفاق المنبالغ به وشراء الذمم والترويج للمرشحين وكل ذلك من مال الشعب المكتوي بنار انعدام الخدمات وانهيار البنية التحتية بسبب فساد مجالس المحافظات حكومة سوداني خصصت 150 مليار دينار من أجل تمويل انتخابات مجالس المحافظات بينما أقر البرلمان الحالي الاتماد المالي المخصص لإجراء هذه الانتخابات ضمن قانون الموازنة للعام الجاري الذي يتجاوز 345 مليار دينار الانفاق الحكومي على انتخابات مجالس المحافظات شامل مستحقات الموظفين المشرفين على سير العملية الانتخابية وطباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع وأجهزة الاقتراع الإلكتروني وتهيئة المخازن ومعرفة مدى جاهزيتها وتأمينها وتوفير الحماية لها ورصد ومتابعة المخالفات وتجهيز كاميرات المراقبة ونصبها داخل المراكز الانتخابية وكل ما يخص العملية الانتخابية مراقبون تساءل عن جدوى هذا الانفاق على انتخابات ستفرز شخصيات تتولى شؤون مجالس المحافظات التي أجمع العراقيون على أنها بؤرة فساد أوجدتها الأحزاب لتكون نافذة لها لسرقة المال العام والابتزاز وتقاسم السلطة والسيطرة على المشاريع والصفقات المشبوهة وأكد المراقبون أن هدرى 345 مليار دينار عراقي على إجراء انتخابات لمجالس الفاسدين تلحقها رواتبهم ومخصصات متنوعة سيزيد من استنزاف ميزانية العراق ويفاقم العجز في ظل تفاقم مشكلات مالية واقتصادية كثيرة والنتيجة استمرار معاناة العراقيين من انهيار الواقع الخدمي والتلوث البيئي والتدهور الاقتصادي